هل كل الابراج ممكن يكون عندها روحانيات ايوة طبعا ولكن بنسب مختلفة طيب ايه الدليل على الكلام ده الدليل على الكلام ده اي حد بتفرج عليها دلوقتي عايزك ترجع بالذاكرة الورا شوية كده ما حصلش في موقف او اتنين او تلاتة او عشرة ان انت توقعت حاجة وبالضبط طلعت زي ما توقعتها ارجع كده وفي خمس ثواني هتفتكر لو افتكرت يبقى اذا تأكد ان كل الابراج بتتمتع بما يسمى بالروحانيات ولكن عشان نكون منطقيين في برج يعني بتبقى الميزة دي اعلى من برج تاني عنده وده بقى اللي احنا هنتعرف عليه في الحلقة بتاعت النهاردة الحلقة فيها كل الابراج عشان كل اللي بتفرج علينا يعرف موقع برجه بالنسبة للموضوع ده فين بالزبط يلا بنا اهلا بكم طبعا اكيد ومؤكد اللي بيمتلك الروحانيات في شخصيته دي حاجة ايجابية جدا ولا خلاف عليها وبتجعله شخص مميز النهاردة الحلقة دي بتاخد اعلى تصويت وبننزلها طبعا كانت في المنتدى فاخدت اعلى تصويت ومناسبة المنتدى سريعا كده عايزين نرد على حاجة يعني مش معنى مش معنى ان الحلقة اللي بتاخد اعلى تصويت بنعملها ان بقية الحلقات احنا خلاص كده بنغض الطرف عنها يعني بنغض النظر عن اي حلقة بلاحظ ان انتو مهتمين بها لما بتقولولي حتى في التعليقات او حتى بتجيب نسب تصويت عالية انا براعي ده وبنزلها تاني في التصويت اللي بعد كده فما تقلقوش من النقطة دي يلا بنا بقى نبتدي حلقة بتاعتنا دي مش هنقول يعني محدش يتكلم عنها قبل كده بس برضو محدش يتكلم عنها بالشكل ده لان احنا معنا كل الابرق في الحلقة وبالنسبة المئوية يعني كل برج بياخد كم في المية في الروحانيات واعتقد الحلقة ما تعملتش بالشكل ده قبل كده وبرضو احنا عملناها بناء على طلباتكم وتصويتكم في المنتدى ولكن سريعا في البداية كده خليني اقول لك لو انت جديد اعرفنا طبعا بنفسك عشان نرحب بيك ولو لسه مشتركتش في القناة اشترك وضغط على زر الجرس اللي هيظهلك عشان نفضل متواصلين مع بعض وانا سيف وصف الفيديو يعني روابط قنواتنا الاخرى اللي حابب ان هو يشترك فيها وهتلاوني كمان مسبتهم فاول تعليق ويلا بقى رجاءا كده ندوس اللايك التشجيع عشان ندعم الفيديو وايضا هو مهم لدعم القناة يلا بنا اذا كنت انا بتباهى انا صراحة بتباهى ان متابعين القناة بتاعتي ازكية جدا في التوقعات فقبل ما نبتدي كده كل واحد بما اننا معانا في الحلقة دي كل الابراج يتوقع نسبة برجه المئوية هتكون كام ويعرفنا بها ويشوف توقعه كده هيكون صح ولا غلط ويكتب لنا كمان في التعليقات هنبتدي كده برج الطور الترابي برج الطور الترابي عنيد ايوة وجرت العادة ان هو دايما بيمشي وراء دماغه وما بيقتنعش بحاجة غالبا او صعب اقناعه ولكن نسبة توقعه للاشياء ومدى صحتها ونسبة احساسه بما يدور حوله ونسبة توقعه للحدث ونسبة ايضا او درجة قوة حدثه ما نطولش عليكم مقارنة ببقية الابراج لو نديها النسبة تاخد 65% ودي نسبة مش قليلة على فكرة بينما الاسد الناري واحد من الابراج اللي لازم نتفق ان هي عندها سرعة بديئة مسيرة للاعجاب حدث برج الاسد وتوقعه وإحساسه والروحانية اللي ممكن يمتلكها سواء راجل او حتى امرأة ودائما بركز على الكلمة دي عشان نعرف ان الكلام مقصود بيئي الطرفين لو بندله النسبة هندله 70% إذن هو أعلى من برج الطور ولكن فيه أبراج كتير أعلى منه في النقطة دي وأيضا 70% مش نسبة قليلة خلي بالكم من برج الاسد العقرب كونه برج مائي فإذن بيسري عليه كتير جدا مما يسري على الأبراج المائية التلاتة برج العقرب تفوق طفيف عن برج الاسد النسبة المئوية بتاعته في الموضوع ده تصل ل71% يعني هو أقل الأبراج المائية على فكرة في الموضوع ده ولكن 71% أنا أيضا بشوفها ان هي نسبة مش قليلة صحيح مش عالية قوي ولكنها نسبة يقال عليها فوق المتوسط يعني نسبة كويسة جدا نوضح حاجة عن برج العقرب كده قبل ما نسيبه ونروح للبرج اللي بعد كده بيلعب قوي في الموضوع ده دور زكاء برج العقرب ودرجة إحساسه اللي بيشترك طبعا فيها مع الأبراج المائية الأخرى الجدي الطرابي أيضا اللي دائما كان صاحب تميز ملحوظ وواضح في الموضوع ده الجدي الطرابي رغم أنه بيفرق عن الأبراج اللي سبايته شوية بتصل النسبة بتاعته 75% إلا أن دي نسبة أقرب للقوة ولكنه مش أعلى طبعا الأبراج الطرابية في الموضوع ده جدي الطرابي من الأبراج على فكرة اللي بتتمتع بنسبة كبيرة من الحدث الصحيح ومن الإحساس الصائب علشان تبهوا عارفين ولا سيامة خلي بالكم الأنسة أنسة برج الجدي بتتفوق هنا تفوق ملحوظ أوي على رجل برج الجدي الطرابي هنقفز قفزة كبيرة أوي لما ناخد البرج اللي بعد برج الجدي قفزة بعيدة شوية وهنصل لبرج القوس الناري القوس الناري بيفرق كتير قوي عن الأبراج اللي جات قبله في الموضوع ده تصل أو يصل النسبة بتاعته في الموضوع ده لـ 85% بل ممكن أكتر من كده كمان تمتع بيها بشكل قوي قوي جدا شكل هو بيلحظه في نفسه وأيضا المحيطين بيه بيلحظه عليه شكل لا يمكن إنكاره إلا جاحد يعني جاحد بس هو اللي ينكر أن برج القوس ما عندوش روحانيات هو اللي ينكر أن برج القوس ما عندوش روحانيات في الكلام ده أوي يعرف الكلام ده أوي اللي يتعامل مع برج القوس ولا سيامة عن أرب وبرج القوس دايما بنقول واحد من أكتر الأبراج تلقائية إن لم يكن أكثرها على الإطلاق ودايما خلي بالك لكل قعدة شواز يتفوق عليه تفوق طفيف جدا ومن نفس فصلته أيضا وهو برج الحمل الناري اللي بتصل النسبة بتاعته في الموضوع ده لـ 88% ومن هنا نبدأ نقلق بقى بدأنا خلاص بقى نقلق الأبراج اللي عندها الموضوع ده بشكل قوي قوي جدا يقلق أي حد الأبراج دي عندها ملكة طبعا مبيزة جدا وتستحق طبعا الإعجاب والحسد خلي بالكم من النقطة دي من أول هنا بقى الأبراج دي من أكثر طبعا الأبراج اللي بتقع في فخ الحسد أو اللي بينظر إليها بعي الحسد خلي بالكم من النقطة دي يعني عايزك تعرف كل ما بنطلع لفوق كده وبناخد برج بيتمتع بالملكة دي بشكل أكبر هو أكثر عرضة للحسد خلي بالكم الموضوع ده كبير قوي وفي أسرار كبيرة قوي وما ينفعش برضو خلي بالك من الحتة دي ما ينفعش نكشف الأسرار دي كلها حفاظا على سلامتكم يعني في حاجات كده لازم نحتفظ بيها وإحنا بنتكلم لأن الحسد الحسد باختصار جاي من أن أنت بتمتلك حاجة جوهرية ولذلك ما تحاولش أن أنت تتباهى بالملكة دي قوي لو هي عندك ولو أنت بتشعر بيها ولا سيما أمام الآخرين بس إحنا مش هنتكلم أكتر من كده تعالوا بقى نتعرف على البرج اللي معنا بعد كده وتوقعوا معايا بيعجبني زكائكم يلا بينا الجوزاء واحد من أشد الأبراج اللي بتتمتع بالملكة دي بشكل كبير قوي وملفت قوي ولكن للأسف الجوزاء ممكن من أكتر الأبراج اللي بتتباهى أنه عنده الملكة دي ولذلك هو واحد برضو من أكتر الأبراج العرضة للحسد الجوزاء الملكة دي عنده بدأنا ندخل بقى في التسعينات تسعين في المية ودي نسبة مرتفعة جدا نسبة قوية جدا نسبة طبعا يا برج الجوزاء هتخلي كتير قوي ينظر لك بعين الحسد وزي ما بيلعب زكاء برج الجوزاء دور أساسي في النقطة دي أيضا بيلعب الزكاء دور أساسي وجوهاري جدا في النقطة دي عند برج الدلو الهوائي اللي بتصل نسبته لتلاتة وتسعين في المية ونسبة مرتفعة جدا وقوية جدا بتشاركوني حد بيتوقع معايا كده وبيكتب النسب أتمنى كده وبرضو ناخد فرصة كده وإحنا بنكمل الترتيب ونذكر أصدقائنا اللي بينسوا بحب أقول بينسوا ما أقولش بيكسلوا اللي ينسوا إنهم يدعمونا بلايك ادعموا الفيديو ده رجاءا بلايك مهم جدا للفيديو وللقناة برج الحوت بتصل النسبة بتاعته لخمسة وتسعين في المية درجة إحساس عالية جدا عالية جدا بمعنى الكلمة بتلعب دور أساسي ومحوري وجوهري في الموضوع ده وهو أيضا من أشد الأبراج المعرضة للحسد أما برج الميزان الهوائي فده أخذ نصيب كبير قوي من الموضوع ده وصلت نسبته لستة وتسعين في المية وهي نسبة في منتهى منتهى القوة على فكرة تعالوا بقى ناخد البرج اللي بعد كده مش حابب أن أنا أطول عليكم عشان مدة الحلقة يلا بينا وهو برج السرطان المائي أحد ملوك الروحانيات أحد ملوك الحسة السدسة برج السرطان برج السرطان ممكن يجي على فكرة على رأس الأبراج دي كلها في الموضوع ده نسبة برج السرطان مرتفعة جدا جدا بتصل لسبعة وتسعين في المية السرطان ده داهية في الموضوع ده داهية بما تحمله الكلمة من معنى بينما صاحب النصيب الأكبر معانا هو برج العزراء الترابي اللي وصلت النسبة بتاعته لتمانية وتسعين في المية فأكثر كمان يعني منطلقة بلا حدود كده نكون خلصنا الأبراج كلها في الموضوع ده أتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم وتكون كمان أفادتكم كتبولي طبعا أراءكم وعرفوني بنفسكم أنا عرفت كتير قوي منكم وحفزت كتير قوي بالاسم على فكرة وبعيد بعد كل فيديو بنتظر يعني أراءهم بشكل خاص يعني يعني أنا بستني أراء مجموعة كده من الناس اللي أنا عرفها وبسعيدني طبعا أراءهم فاكتبولي دايما يعني وعرفوني كتبولي أراكم وعرفوني دايما بنفسكم أكيد أنا حبيب ان أنا أعرف أكتر وأكتر كلما بنعرف طبعا بنتواصل مع بعض أكتر والعيلة بيبقى فيه عيلة قناتنا بيبقى فيه بينها وبين بعضها أرب أكتر خير مرة بقى بنذكر كده اللي نسي في الآخر كده يدعم بلايك يدعم بلايك ويلا بينا بقى نروح على المنتدى علشان تختاروا معايا الحلقة القادمة حابين تكوني تصوتكم طبعا كالعادة هو اللي بيحدد مستنيكم هناك هتوحشوني